بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا لهذا اليوم هي التكامل غير المحدد التكامل غير المحدد راح ناخذ أولا تكامل الدوال الجفرية تكامل الدوال الجفرية تكامل الدوال الجفرية دوال الجفرية هي ال-x وال-y وال-z اللي ما بيها لا بيها ولا بيها اللغارتم ولا بيها ال-sine وال-cosine قوانينها راح أكتب قوانينها آني هنا قوانين الدوال الجفرية تكامل الدوال الجفرية أولا تكامل الدوال الجفرية هو X زائد C هذا C تعرفوا أنه أنه ثابت التكامل ينتمي إلى A ثانيا تكامل AX هناك معامل DX ممكن أن أستخرج A خارج التكامل تصير A تكامل X DX والنظرية الأساسية للتكامل أنه نضيف للأس مقدار واحد ونقسم على الأس الجديد راح تصير A هنا الأكس الأس ما لها واحد زائد واحد يصير 2 عليما على الأس الجديد اللي هو 2 زائد C التكامل غير المحدد التكامل غير المحدد اللي ما بيحدود هنا تحت وأعلى علامة التكامل نسمي تكامل غير محدد يجب أنه منه نحله نضيف ثابت التكامل C ثالثا تكامل هنا هسا الأكس أسها واحد راح أعمم فكرته X أس N DX يعني إذا كان الأكس للأس N بحيث الأن لا تساوي واحد هنا بحيث الأن لا تساوي سالب واحد لا تساوي سالب واحد فشلون أكامل نفس العملية مشتقة الأكس واحد موجودة ضمنا بالDX واحد في DX مشتقة الأكس واحد فأضيف للأس مقدار واحد وأقسم على الأس الجديد N زائد واحد X أس N زائد واحد على N زائد واحد زائد N بحيث أن الأن لا يساوي سالب واحد زين طالب قال لي وإذا ساوي سالب واحد لا هذا قانون غير قانون هسا راح نجي قانون اللي هو القانون الخامس هسا نجي قانون أربع لاحظ أولا عدم وجود الأكس ثانيا وجود الأكس بالأس واحد ثالثا وجود الأكس بأي أس ما عدا سالب واحد هسا أجي أعمم فكرة مو الأكس أخذ قوس U أس N D شي ساوي طبعا الU حيث أن الU هي دال بالمتغير أكس يعني هذا شنو قوس مرفوع إلى أس تكامل قوس مرفوع إلى أس تكامل قوس مرفوع إلى أس بشرط شنو موجود موجود أنه مشتقد داخل قوس هاي DU DU مشتقد داخل قوس شرط ما تقدر تكامل إلا توفر مشتقد داخل قوس نعم وإذا مشتقد داخل قوس وفرتها يقول وهي ساوي U أس N زائد واحد على N زائد واحد زائد C شوف لاحظ أنه الDU اختفئ اختفهنا إذن الدي يو هو مشتقد داخل قوس عامل مساعد يساعد بالتكامل ولا يظهر بنتيجة التكامل هذا القانون الخامس اللي هو عد ما تكون الان سالب واحد اللي هو تكامل يو بالمقام ومشتقتها بالبسط يو دي يو يعني أنا هسا اليو من أرفعها للبسط تصير يو السالب واحد مو يو اس ان يو السالب واحد هسا مسموح بهذا القانون هسا مسموح بهذا القانون يقول دالة بالمقام ومشتقتها بالبسط هذي لازم توفرها انت لازم توفرها ايش تساوي لين مطلق المقام زائد سي اذن لازم اوفر مشتقت اوفر مشتقت المقام بالبسط يلا يساوي لي لين المقام مقام يو دي يو دالة بالمقام ومشتقتها بالبسط يساوي لي لين المقام عندي الستة هو حقيقة مقانون وانما صيغة تكامل F للأكس زائد ناقص G للأكس زائد ناقص H للأكس زائد ناقص إلى آخره DX هذا شنو يساوي يعني تكامل كثيرة حدود عدة حدود حاصل جمع أو طرح حدود ممكن أن أوزع التكامل عليهم يعني ممكن أن أقول تكامل F للأكس DX شوف هذه خذتها ببحدة زائد أو ناقص تكامل G للأكس DX وهكذا هذه صيغة وليست قانون وهسا راح نحل بيها احنا ونشوف راح أعيد القوانين هذه X DX لوحتها بعدم وجود الأكس يساوي لي X يعني تكامل الـ DX انت حفظه تكامل الـ DX وX زائد ناقص تكامل الـ DX اللي طلحها بره هذي ومن بالتكامل ترجع تنضرب بالناتج الناتج هو X تربيع على 2 ليش لأن X1 زائد 1 2 على 2 صارت AX تربيع على 2 عممنا فكرة الـ X هسا بدل الـ 1 سوينا N بس بشرط N لا تساوي سالب 1 N X أس N DX يساوي أن X أس N زائد 1 على N زائد 1 زائد C هسا عممنا فكرة الدالة وليس الأس بدل ما X سويناها دالة بالمتغير X قوس مرفوع إلى أس بوجود مشتقة داخل قوس هذه DU هي مشتقة داخل قوس راح ش تساوي U أس N زائد 1 على N زائد 1 زائد C زيان إذا كان الأس سالب 1 راح نزلها للمقام ونقول U DU U بالمقام ومشتقتها بالبسط سوينا لن المقام وهذا هو عبارة عن توزيع التكامل على الحدوديات توزيع التكامل على الحدوديات هس راح أخذ أمثلة عليها هذه ما راح أحفظها لأنه هي موجودة أصلا بالفيديو راح أخذ أمثلة عندي exercise أولا تكامل 7 X 4 3 X 16 DX لاحظنا هذا هو الصيغة الأخيرة صيغة الأخيرة ممكن أن أوزع التكامل عليهم وأيضا عندي قانون الثابت ممكن الثابت أطلع خارج التكامل راح شي ساوي عندي هذه السبعة راح أقدر أقول 7 تكامل X 4 DX وزعت التكامل هاي الإشارة السالب 3 أطلعها خارج التكامل تكامل X 4 DX زائد أيضا 16 أطلعها تكامل الشقة تكامل DX بإمكاني بإمكاني إنه بإمكاني إنه أكامل رأسا بس أنا هسا خل أتعلم الطريقة خل أتعلم الطريقة وبعديا أنا أجتهد بكيفي هسا نجي الـ X 4 هي X N رأسا أقول 4 زائد 1 على 4 زائد 1 فاشا تصير 7 X 5 على 5 اللي هنين جتنا الخمسة اللي هي X 4 زائد 1 5 على الأس الجديد ناقص 3 X تربيع تصير زائد 1 3 على 3 6 زائد 16 تكامل DX هذا أول قانون هو X زائد C حسا عندي ممكن اختصارات هذه إذا تجيني هيش حالة ممكن أن أقول ويساوي شوف لاحظ أنه من شلنا علامة التكامل بعد DX انتهت DX انتهت راح تصير هذه السبعة والخمسة ماكو عديها اختصارات 7 على 5 X اس 5 ممكن هيش اكتبها ناقص هذه اختصارات X تكعيب ناقص زائد العفو 16 X زائد C هذه الأولى الثانية الثانية يعني إذا أريد أقول تكامل 4 X ناقص 1 18 X هذه شوف لحظ 18 أنا ما أقدر أفتح شون كامل ها كامل ها اعتبرها قوس مرفوع إلى USN بس احتاج مشتقد داخل القوس مشتقد داخل القوس هي 4 4 انت شي حق لك يا طالب شي حق لك يحق لك فقط تضرب بثابت وتقسم على ثابت ما يحق لك لا تجمع ثابت ولا تطرح ثابت ولا تضرب فيه متغير ولا تقسم على متغير ولا تجمع متغير ولا تطرح متغير فقط تضرب وتقسم على ثوابت تضرب ثابت وتقسم على ثابت مشتقد داخل القوس icamente أربعة إذن أقول و يساوي تكامل أربعة أكس ناقص واحد اسو ثمانطعش هنا شنو اللي أحتاج الأربعة بس ما أقدر أضرب أربعة أضرب أربعة على أربعة دي أكس ليش الأربعة على أربعة واحد والواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب يعني يعني واحد في مقدار هو المقدار هسه أربعة لأربعة راحت في هذا المقدار يرجع هو هذا المقدار إذن أنا ما سويت خلل بنظام الدالة ولا بالمعادلة ما سويت خلل زين هسه ش تريد أنت تريد الأربعة لباست لو تريد الأربعة لباست لا أكيد أريد الأربعة لباست حتى تنظر بباية دي اكس إذن طلع الواحد على أربعة لأن من الباست أخدت الأربعة يعني قسمتها على أربعة ظل واحد والأربعة بالمقام ظلت تكامل أربعة أكس ناقص واحد قصة 18 هسه أجي فيها هاي الأربعة أربعة دي اكس لاحظ شنو مشتقة دي وشنية أربعة هاي الأربعة أربعة دي اكس إذن هذا شنو هذا مشتقة داخل القوس راح يساعد بعملية التكامل ولا يظهر بناتج التكامل ولا يظهر بناتج التكامل راح أقول ويساوي الربع خارج القوس ما لعلاقة هذا انتهى هذا وفر ليه إذن أضيف للأس مقدار واحد وأقسم على الأس الجديد أس 18 زائد 1 19 على 19 هذا 19 أصلا 19 على 1 من أريد ضربة هذا أقلبه يصير 1 على 19 هذا زائد سي ويساوي واحد على لأن هاي أصلها على واحد أصلها على واحد بالمقام من أريد أحولها هنا راح تنقلب تصير واحد على 19 فيه أربعين العفو واحد على أربعة في واحد على تسعة أربعين أتصور 76 واحد على 76 لأن أربعين فيه أربعة فيه 10 أربعين أربعة فيه تسعة 36 وأربعين 76 وأهنا هذا أخلي بدون كسر 4x ناقص 1 19 زائد c هذا هو usn هذا هو usn أحيانا ال usn يجيني على شكل يجيني على شكل جذر تكامل جذر x أربعة زائد 2 x تربيع dx هذا يشوف هذا السؤال هذا السؤال لو يجيني في الصيغة هو سؤال غير كامل يعني ما أقدر أحلى أنا ما أقدر أحلى إلا ش أسوي أخلي لهنا x dx هل سنشوف ليش ما نقدر نحل زين هذا هذا جذر أنا ما عندي بالقوانين جذر عندي بالقوانين قوس مرفوع إلى us زين أقدر أطلع عامل مشترك وهو داخل الجذر خل أشوف بله رح أطلع x تربيع عفوا هذه dx خل نشوف إحنا خلي نشوف راح نشوف راح أشوف ويساوي تكامل خل أطلع عامل مشترك x تربيع x 4 على x تربيع x تربيع زائد 2 x تربيع على x تربيع 2 dx أنا أريد مشتقد داخل القوس x تربيع وهذا القوس مضروبات ممكن أوزع الجذر جذر x تربيع هو x راح يساوي من أطلع خارج الجذر هو x راح يصير x تربيع زائد 2 x dx هذا اللي مسحت أنا قبل قليل هو موجود هو موجود يعني يعني لو كان ما كان جذر أنا لازم أخلي هذا توفر زيان الجذر شلون تخلص منه عرفه ويساوي تكامل هذا هنا تكامل تكامل x تربيع زائد 2 هذا شلون أرفع إلى x كسر البسط هو قوة المقدار تحت الجذر قوة واحد والمقام هو دليل الجذر 2 أي تربيع يصير أصنص x dx هس صارت u 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 x x so x d x بس أنا جبت حس a y 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 واحد وهو العنصر المحايد لعملية الضرب شا تريد انت الثنين اللي بالبصله بالمقام لا اريد البصل اذا واحد على ثنين نطلعها خارج التكامل تكامل اكس تربيع زائد اثنين اص نص هاي ظلت الثنين هنا اثنين اكس دي اكس لاحظة شنو مشتقت داخل قص اثنين اكس هاي هي اثنين اكس هذا اقول علي انا العامل المساعد اللي راح يساعد بعملية التكامل ولا يظهر بناتج التكامل اثنين اكس اثنين مشتقة صفر اذا المشتقة هي اثنين اكس ورح شي ساوي هسا اكامل اشيل علامة التكامل النص ما لعلاقة بيها في هذا المقدار اكس تربيع زائد اثنين نص زائد واحد ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين زائد س لاحظ هذا المقدار ما ظهر ساعدني بالتكامل ولا ظهر هذا من أن حوله إذا هو بالمقام أريد حوله أضربه هذا أقل به من أقل به هذا المقام راح يصير بسط راح يروح هذا ويه هذا ويصير واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة هاي يجربوها أنتم من قلبه هو ثلاثة على ثلاثة يصير ثلاثة على ثلاثة ثلاثة راح أتوي ثلاثة هذا أحوله إلى جذر أرجعه إلى أصله إيش قد أسل المقدار تحت الجذر تكعيب إذن التكعيب المن أنطيها للتربيع لو للثنين لا أنطيها للقوز كله X تربيع زائد ثنين الكل تكعيب للجذر التربيعي زائد N هذا هو حل السؤال هذا هو حل السؤال حقيقة أنا عندي سؤال هنا هس ناخذ سؤال على إذا كان لن لن المقام أتصور سؤال رقم أربعة على ما أضل تكامل اثنين اثنين X تكعيب زائد زائد العفو واحد زائد واحد على X بس أربعة زائد اثنين X زائد واحد X شوف هسه هنا طلاب انتو شلون تحلون الأسئلة تحلها تشوف إنه تشوف هذي شنو كسر أول ما يتبادر الذهنك إحنا بالدواء للجبرية هو UDU UDU تيجي تشوف مشتقت مشتقت المقام هي أربعة X تكعيب زائد اثنين أنا عندي اثنين X تكعيب زائد واحد هذا الشي يحتاج مو يحتاج اثنين حتى من أضربه أضرب اثنين في اثنين X تكعيب صار أربعة X تكعيب هذه زائد اثنين في واحد اثنين هذه إذن أنا أحتاج فقط اثنين رح أقول ويساوي تكامل واثنين في واحد اثنين على X أربعة زائد اثنين X زائد واحد DX لاحظ UDU U مقام وDU بالبسط جد مشتقت المقام 4X تكعيب زائد اثنين هاي 4X تكعيب زائد اثنين خلص هذا هسه الDU الDU بالبسط عامل مساعد هذا بعد ما يظهر بنتيجة التكامل رأسا أقول لن المقام زائد C هاي النص ما لعلاقة بيها لأن هي أصلا خارج التكامل اثنين في لن المقام X 4 زائد 2X زائد 1 زائد S لاحظوا شلون وفرت وفرت مشتقة المقام بالبسط إذن البسط انتهى بعد صار عامل مساعد ساعدني بعملية التكامل ولم يظهر بعملية التكامل بناتج التكامل هذه بالنسبة شباب وموجود عدكم موجود عدكم بالملزمة تمارين بعد أخرى خلي آخذ ثانيا هس التكامل الدوال المثلثية رح أطيكم فقط القوانين المحاضرة القادمة إن شاء الله تكامل الدوال أيضا تكامل غير محدد المثلثية تكامل الدوال المثلثية رح أخذ القوانين أشرحها وإن شاء الله على المحاضرة القادمة رح أخذ تمارينها وناخذ موضوع تكامل الدوال الأسية فأولا أولا تكامل ساين بعد خلي ما أسميها أكس خلي أسميها يو حتى شوية أعمى بالفكرة دي يو يساوي أنه سالب كوساين يو زائد سي هنا حيث أن يو هي دالة بالمتغير أكس اليو هنا ما رح أخذها أكس ولا ثيتة رح أخذها دالة دالة لربما كثيرة حدود لربما جذر لربما كسر لربما نفسها من نسبة مثلثية أخرى يعني ساين كوساين أكس صارت الكوساين أكس يزاوية للساين هنا شنو نظامها نظامها الدوال المثلثية الاعتيادية الاعتيادية من أريد أكاملها يجب أنه أوفر مشتقة الزاوية هذه مشتقة الزاوية يجب أن أوفرها مثل ما أوفرت مشتقة داخل قوس باليو اس ان ومثل ما أوفرت مشتقة المقام باليو مقام وديو بالبسط هنا لازم أوفر مشتقة الزاوية بالنسبة للساين الساين تكاملها سالب كوساين لأن أصلا هو التكامل عملية معكوسة للتفاضل فمشتقة الكوساين هي سالب ساين إذن أكو سالب إحنا السالب وين جبناه بالناتج ثانيا تكامل الكوساين يو ديو أيضا هذا ديو المشتقة الزاوية هو يساوي ساين يو زائد سي هذي قوانين تنحفظ تكامل التان يو ديو يساوي لسالب لن كوساين يو زائد سي هسا هذا راح راح أقلكم شون طلع سالب لن الكوساين هسا بس أخلص القوانين راح أخذلكم يا مثال واحد حتى أفهمكم سهولة الحفظ تكامل الكوساين يو ديو راح يساوي بدون سالب لن ساين يو زائد س خمسة تكامل سي كي يو سي كون تيو ديو يساوي لن السي كون تيو زائد تانيو زائد لاحظ انه دائما علاقة السي كنت kuin الكوسي كنت و الكوتAn السي كنت donuts то كوسي كنت sagen الكوتان إذا جوا أثنيين هاتهم ستة تكامل كوسي كنت يو ديو لاحظ هسا راح يصير عندي سالب لن بدل السي كانت كوسي كنت yeو زائد كوتان yeو زائد سي سبعة تكامل السيكانت تربيع يو ديو يساوينا تانيو هذا مغضي بالسادسة زائد سي وثمانية تكامل الكوسيكانت تربيع يو ديو يساوينا سالب كوتان يو زائد سي وتسعة تكامل السيكانت يو تانيو ديو يساوي عندي سيكانت يو زائد سي وأيضا بالمقابل تكامل كوسيكانت يو كوتان يو ديو رح يساوي لي سالب كوسيكانت يو زائد سي هنا خليني بس أشرح لك شلون يجت هذه تكامل التان صارت يعني تكامل تان يو ديو التان شي ساوي يساوي الساين على الكوساين ساين يو نفس الزاوي على كوساين يو ديو هذا السؤال اللي جيبت لكم يا أنا بالمشتقة وما حد يمكن بس واحد عرف يحله بدل ما تقول مشتقة بسط ومقام المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام رأسا ساين على الكوساين تان وشوف مشتقة التان شنية سيكان تربية خطوة واحدة هسا نجي بما أنه تكامل كسري يتبادر الذهننا يو ديو اليو بالمقام والديو بالبسط اليو منية كوساين شنو مشتقة السالب ساين إذن أضرب بسالب خارج وسالب داخل زين هسا مشتقة الكوساين يو شنو سالب ساين إذا أريد أخلص منها السالب في السالب مو جبض رجعت الدال لنفس ما سويت خلال آن هسا صارت يو ديو الديو بعد ما يظهر بناتج التكامل وش يساوي لي سالب هذا خارج التكامل لن المقام لن كوساين يو زائد سي وهذا هو نفسه هذا القانون والكوتان نفس العملية الكوتان بصورة عامة هذي أنت تحلوه العفو الكوتان الكوتان تكامل الكوتان يو ديو راح يساوي التكامل الكوتان هو عبارة عن كوساين يو على الساين يو ديو هسا مشتقة الساين هي شنو كوساين ما تحتاج رأسا لن الساين هاي لن الساين لن الساين وهكذا هذي شباب هي قوانين تكامل الدوال المثلثية وإن شاء الله على المحاضرة القادمة راح انحل تمارين راح انحل تمارين الدوال المثلثية وناخد تكامل دوال الأسية واللغة الرتمية شكرا جزيلا وبارك الله فيكم